موسيقى السلام عليكم سيكي شباب مع اللعبة الاسطورية shadow gun legend من مطور الالعاب ودع اللي كان عامل لعبة shadow gun war games shadow gun war games كانت مأخوذة اساسا من لعبة shadow gun legend تقدر تقول كده اللعبة shadow gun war games تعطبر مود داخل لعبة shadow gun legend بس اتعامل لها لعبة منفصلة لوحدها وطورت اللعبة ودخل على بعض الشخصيات واختلفت اللعبة بقت لعبة منفصلة خالص عن لعبة شادو جان ليجاد طبعا اللعبة احنا عارفين اللي هي قفلت لها شادو جان الور جيمز لكن موجودة دلوقتي لعبة شادو جان ليجاد شغالة على طول بها تحديثات على طول شغالة في اللعبة المهم يا شباب نتكلم دلوقتي عن شادو جان ليجاد لو انت لسه مبتدق في اللعبة ومنتش عارف تلعب اللعبة او تبدأها ازاي اقدر اقول لك يا صاحبي دلوقتي اقدر اقول لك على كل حاجة بالتفصيل ده المكان اولا اللي هو فيه تجمع اللعبين الخاص كل اللي هو منتامل اللعبة وموجود داخل المكان ده لكن فيه شخصيات بتتلاقيها سابتة في مكانها والشخصيات ده لها ادوار مهمة هي بتعملها يعني تحس اللي هم كده وقفين في محلات بيبيعوا واشتري ده حقيقي فعلا هم كأنهم وقفين في مكان بيبيعوا ويشتروا وبيددلك مهمات كمان لكن فيه شخصية وحيدة بس تلاها وقفة او شخصيتين بالزبط هم شغلتهم كلهم اللي هم بيدولك المهام اللي انت بتعملها وبتنفزها عشان خاطر تعلي من نقاط الاكس بي بتاعك واول شخصية طبعا هات قابلك في اللعبة هي الشخصية اللي موجودة قدامك دي اللي هي الميشن كونترول وده هو بيدي لك المهمة عشان خاطر انت بتنفزها عشان تعلي بنقاط الاكس بي الخاص باللعبة دي اول حاجة معك بتقابلك على طول مجرد ما انت لسه بادئ لكن بعد كده بتخش على الحاجات التانية والشخصيات التانية اللي موجودة عندك الشخصية اللي موجودة خاص بالملابس الشخصية دي ممكن انت تشتري اه ملابس من من الشخصية ديت وممكن ان انت تبيع الحاجات ازاي دي عندك يعني في حاجات بتبقى زيادة عندك لما الخزنة الخاص بيه خاص بيك بتتملأ انت هنا ممكن انت بيعها يعني ممكن انت تبيع وتشتري من خلال الشخصية دي بس بالشخصية التالية اللي موجودة معنا وهي الشخصية خاصة بالاسلحة فقط ودية انت لو عندك سلاح مثلا زيادة عندك لانه طبعا كل سلاح لما بنت بيجي لك سلاح زيادة او سلاح جديد بيعمل update للسلاح اللي كان موجود عندك وبيدينزل مكان القديم فانت بيبقى عندك مجموعة اسلحة زيادة وده بيبقى بيملي بيعمل ضغط على الخزنة المكان التخزين اللي هو الخاص بك فطبعا بيجي لك طبعا اشارات ان الخزنة عندك اتملت فانت لازم تستغنع عن حاجات موجودة عندك فانت بتروح هنا حاجات خاصة بالاسلحة بتروح تباحها منها وفي حاجات برضو ممكن تشتريها نيجي بقى الاهم شخصية موجودة داخل اللعبة وهي شخصية وده اللي كنت كلمت عليه في الاول الفيديو اللي هي لعبة شادو جان الورجيمز متاخدة منها طبعا هو هنا برضو بيدي لك مهمات لكن المودات بتاعته جمدة جدا وهي ديت اعتبر احلى حاجة في اللعبة ده لما بتضغط انت هل على وتنزل تحت عندك الميشن والورجيمز بتضغط على الورجيمز بيفتح لك جميع المودات اللي موجودة داخل اللعبة طبعا للمودات هنا يا شباب جمدة جدا فوق ما انت تتخيل لكن هنا هيقابلك حاجة واحدة بس الصعبة هي نقاط الاكس بي لا كل المودات ديت باب تفتحش في الاول لازم انت تعلم بنقاط الاكس بي عشان خاطر المود بتاعك او المود يفتح معك طبعا انا ما عنديش غير خمسة وستين الف اكس بي فقدر تفتح اللي هو وان باي وان يعني قدرت افتح يعني ثلاث مودات فيهم او حاجة تعريبا ثلاث مودات يعتبر اللي فتحتهم برازر اوف فاير والارينا البرونز ده اللي انا عارفت افتحه والوان باي وان اللي هو مود الوان باي وان ده بس العرفت افتحه لحد دلوقت لان انا طبعا ملعبتش كتير داخل اللعبة لكن انت لما بتلعب كتير في اللعبة والنقاط الاكس بي بتاعتك بتاع هتعرف تجيب عندك في مود اللي هو فور باي فور اه ده عايز مية تسعة وخمسين الف اكس بي لما انت توصل لهم هيفتح معاك المود ده المود ده طبعا جامد جدا لما تلعب اربعة اصاد اربعة بيبقى جامد جدا ده هيرجعك بقى اللي هو للعبة شادو جاند الور جيمز اللي هي تقفلت والناس بتدور عليها عشان تنزلها ونروح على طول للشخصية الاخيرة والشخصية بيدرو ليجنتاري وده الشخصية ديت يا شباب في حاجة اسمها الهولوجرام والهولوجرام ده انت لما بتعمله او يعني بتحط بتعمله بوت داخل المكان دوت عشان خاطر ممكن يطلع لك منه اما اجزاء من الملابس او سلاح جديد يطلع لك منه الحاجات دي طبعا بيجي لك اللي هو الهولوجرام بيجي لك من المهمات اللي انت بتعملها وبتروح للشخصية ديت وبتعمل بوت للهولوجرام دوت ممكن يطلع لك بس سلاح او يطلع لك اي حاجة وانه طبعا مجرد ما انت بتحط حاجة احدث هو بيعملك اللي انت تحدث اللي موجود عندك ده بينزي المكان اللي عندك بالزبط والقديم انت بتروح تبيعه عند الشخصية اللي هي بتبيع الملابس وفي نفس برضو النظام اللي هو السلاح لما السلاح عندك بيقدم بتروح للشخصية اللي هي بخاصة بالاسلحة وبتبيع عندها هناك السلاح اللي هو القديم ونروح لاخر حاجة وهي المهمات انت هتنفزها منين فيه على اليدك اليمين فوق حاجة كده على شكل الكرة الارضية لما بتضغط عليه بيفتح معاك الخرائط الموجودة دي في بدايتك طبعا بيجي لك حاجة واحدة بس لتبقى فتحة معاك بعد كده في المستويات تانية بتفتح معاك باقة الخرائط الموجودة هنا هنا بيجيب لك المهمة بتاعتك فانت لما بتضغط على لانش بيدخلك على طول على المهمة وكده شباب انا قلت لكم على اهم الحاجات اللي موجودة داخل اللعبة اللي هي ممكن انت تبدأ بها طبعا اللعبة فيها حاجات تانية كتير بس الفيديو طبعا هيطول معاك اكتر من كده بكتير جدا ده اخر حاجة يا شباب لو في اي حاجة بخصوص اللعبة اكتبوه لي تحت في الكومنتات ان شاء الله اجاوب على حضر تنسونيش يا شباب بالدعم باللايك والاشتراك ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد سلام اشتركوا في القناة